اشتركوا في القناة معيدة جميلة بعدت لنا من فترة قريبة مش بعيد ان هي مصابة بمرض وهن العضلات هو مرض مناعي بيأثر على الحركة بيأثر على النظر وخلى العرسان اللي كانوا بيجوا يتقدموا لها لما بيعرفوا بيهربوا حججوا اعظار ملهاش اي 30 لازمة وهمية عشان ما يكملوش لما هي بتقولهم يعني حقيقة المرض زي ما بقولوك فدكتور اسماء انا عايزوا لك على حاجة انه في فعل خير فعل خير قاعد كان بيتفرج على الحلقة لقيتهم بيبعتولي متأثرين جدا بحالتك وعارض عليك ان هو يساهم في علاجك وعارف ان الادوية دي غالية جدا 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 مستعد ان هو يساعدك باي حاجة فلانا محتاجة منك انه ياريت يا اسماء تتواصلي معانا في البرنامج عشان نعرف نوصلك بيه والف مليون سلام عليك يا حبيبتي وانا عارفة انه في البرنامج في حاجة اسمها او اخفاء الهوية فاحنا عشان ما يبقاش في حد من اللي بعتين القصص يبقى محرج او مش عايز يقول اسمه وده على راسنا طالما قصة حقيقية هنقولها بس مش لازم نكون عارفين الشخص ممكن يكون هو محرج انه هو يتكلم او 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 والبرنامج ده مش معمول لانه هو ياخد كردت او انه هو ياخد الكلمة اللي انا برفضها تماما الترند والحاجات دي بس هو معمول ان احنا نساعد بعض ونتكلم على قد ما نقدر فحل المشاكل فالنهارده انه يحصل حاجة زي دي بالصدفة فاحنا بننوه عليها انه محتاجين حضرتك تبعتلنا وعايز اقول لكل الكرو هنا يعني لكل ابطال قصة حقيقية الابطال بقى اللي وارا كاميرا اللي بيتعبوا اكتر مني مليون مرة يمكن انا اللي باطلع وبقى احكي قصة بس الناس اللي بتتعب عشان تنظم وقتنا عشان تشوف الحلقة عشان تحجز ستوديو عشان تكتب قصة عشان اصلا يختاروا القصص بتعيدك عشان يعودوا يقروها الناس دي المخرج الناس دي بتتعب اكتر مني مليون مرة فعايز اشكركوا كلكم ربنا ينفع بيكم الناس ربنا يرضيكم لان احنا بنعمل حاجة ودايما كل يوم بنقعد نقول يا رب ينفع بينا الناس احنا مش عزين حاجة تانية واحيانا بيبقى الواحد حاسس ان هو ما بقاش البرنامج بيتشاف زي زمان او بيحس ان هو زعلان ان هو ما بقاش يساعد زي زمان فبيجي ربنا الكريم الرحيم يعمل حاجة النهاردة مثلا زي دي يلاقي ان احنا يا جماعة هنساهم مثلا في علاج حد هنساهم ان احنا طبطبنا على حد هنساهم ان احنا نحلي مشكلة حد فده بالنسبالنا وانا بكلمك هو يعني بلسان اسرة البرنامج او الكرو كله ده بالنسبالنا احلى حاجة في الدنيا ربنا يا رضيكي ويسعيدك وترجعي احلى من الاول واحسن من الاول وتبقي جميلة واحلى معيدة في الدنيا ويجعلنا سبب مش عايزين حاجة تانية وتفتكرينها بالدعاء نرجع بقى لسالو بطل القصة حقيقية النهاردة عايز اقولك انه في مقولة انا بحباها جدا انا شخصيا يعني العالم نفس شهير اسمه كارل يونج قالك ايه دايما بيقولك انه حتى هقولك مثلا انجليزي كده انه يعني put yourself in my shoes او انا بقى لان هكلمه عنك يعني هكلمه النهاردة في قصتك انه الحزاء اللي ممكن يكون مناسب لشخص معين ممكن يبقى بيوجع او مقلم او بيدايق او مقاسه مختلف لشخص تاني يعني ايه لما تيجي تتكلم هو دايما يقولك انه بيحطه مثل للحزاء لانه الحزاء دي ما في التبقى اكتر حاجة مريحة لو انا مش عارفة امشي مش عارفة اتكلم مش عارفة اقوم بمهامي فلما انا جا اقولك حطي نفسك مكاني او حطي نفسك في حزائي دايما بتتقل كده النهاردة بقى بقولك لا في حاجة مناسبة لبنى قدم حزاء مناسب لبنى قدم وحزاء لا فاحنا بنتكلم عن ايه بقى التفصيلة المعينة اللي مش ينفع تناسب كل الناس عشان انا اختارها وامشي عليها لانه مش الناس كلها شبه بعد حبابتي كل واحد وليه ظروفه ودي الحكمة اول نصيحة اللي انا لقيتها بتنور في دماغي كده واحنا عمين بنذكر قصتك يا سلوة اللي انا واثقة ومتأكدة انه فيه ستات كتير حكايتهم شبه حكايتك عشان المجتمع طلعنا كده نقول حاضر ونعم فانا مش هقدر ان انا قديكي رأي نهائي لا اقولك اطلقي زي ما فيه موزيعات بتعمل وحتى لو انا based on حاجة او ان انا مسنودة بدراسة او درست علم النفس او 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 بس انا ما درستش حياتك يا سلوة ما كدش مكانك فمش هينفع عملي كده لا اقدر اقول ليكي او لأي حد اطلقي او كملي او 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 بس انا بقولك على حاجة انه في كل قصة فيه بتبقى فيه حالة مختلفة بس ساحات بيبقى فيه تفاصيل كده شبه بعض فدي اللي ممكن ايه بقى يعني نمسك فيها او نفكر فيها خصوصا لو كانت انه واحدة بتشتغل وعندها اهل موجوزين قادرين يشلوها ويبقوا ظهروا سند حتى لو هما في مرة خزلوني حتى لو في مرة ما كانوش معايا فانا لازم اتحمل واصبر واقول يا رب انا صبر حلها من عندك عشان انا مفيش في ايدي حاجة تانية بس فيه اللي بتنجح مع الوقت ان يضغير جزها والله العظيم بتصبر معاه على قد ما تقدر وبتدعيله بيحصل في حياتها معجزة ظرف قدري مش عايز اقولك مثلا هو بيجراله حاجة فبيرجع يجري عليها عشان ما بيليش غيرها جنبه بس للأسف يا سلوة انا عايز اقولك على حاجة انت من الاول خالص اخترتي السكة الصعبة سعى اللي وصلتنا لكل ده كنت لسه على بر الامان شفتي طباعه بقى انا حد يزوقني ويرميلي ورق في الشرع ايه الاهانة دي قررت لنت تكملي معايا ده مفروض في الخطوبة دي بيقولك احلى حاجة ده وش القفص ده غير طبعا المشاكل في بداية الجواز ظلمه اهانته روحيات الجزم اضربه نفسك بيهان تتجننت ما عملتيش وقفة ليه خلص بقى اسلوب وحق مكتسب يعني انا لو زعقت الحد مرة وسكت ما انا هستحلاها لو انا بنا قدما مش سوية نفسيا هو ضمنتش تعملي حاجة وهو قد اخرك فخلص مش عايز افكرك باللي فات ولا نوعب انقول اصلا حصل اللي حصل اصلا ما فيش في ادنا حاجة نغيارها لا قد ما انا اقصد انه اخلي كل بنت في كل اسرة مصرية بتتفرج علينا او عربية وهي لسه في بر الامان او لا اوعي اوعي يا بنتي ما تتسهليش ما تقولي اصلا ما بقاش فيه جواز اصلا ما بقاش فيه حد عايز يتجوز اصلا انا ما قداميش الا انا وما اتجوزتوش مش هتجوز خالص لا يا حبيبتي هتتجوزي ما هو دي مش لحظة طيش ده مصيرك وبنا ادب ده مش هتغير المحترم هيبقى محترم من الاول لكن اللي ما يعرفش يعني ايه ادب واخلاق واحترام وانه هيصون ببنت ويبقى راجل خلاص مش هيسبها مش هيسبها غير وهو مضمرها طب ليه بس بالنسبالك انت بقى انت يا سلو بعد ما بقى فيه ولد وبنت صغيرة وما لهمش اي زنب بعد ما عدى سبع سنين على جوازك خليني افكرك بحاجة انا بحب المثل ده قوي على فكرة يمكن انا مش من هوات الامثال الشعبية بس انا بحب ده قوي لانه ممكن يكون بستخدمه كتير بيقلك ان جالك الغصب خده بجميلة يعني ايه يعني لو انا مضطرة ومكبرة على حاجة في الشغل على حاجة في البيت على حاجة مع عائلتي انا خلاص مخصوبة انا ما قداميش يمين وشمال ما قداميش غير الطريق ده انا هعملها يعني هعملها يبقى حاسس اللي قدامي ان انا بعملها وانا راضية وبعملها عشان خطره عشان يشلها لي ويتغير معايا للأحسن او يبقى ليه واحدة عنده جايز يمكن ربنا يغيره ويهديه بس انا محتاجة اسألك كام سؤال ودايما بعمل كده احنا بنسألك الاسئلة يمكن انتي مش عارفة تسأليهم لنفسك يمكن ما خطروش على بالك ساعتها يمكن من كتر من انتي متوترة مش عارفة تعملي ايه ما فكرتيش مصر ان احنا هنقوله ده من زاوية تاني ياريت بقى تفكري في الاسئلة دي مرة واثنين وتلاتة تبقى هادية وتركزي مامتو كانت دايما وحشة ولا كان ليها مواقف كويسة وليها مواقف جدعانة طب جربتي تعرفي مفاتاحها ايه قبل كده يعني مثلا ممكن يتضحك عليها بكلمتين حلوين ولا اجيب لها هداية افرحها اعمل لها اكلة بتحبها طب ايه اللي ممكن يساعدك انتي تتقربي منها تاني سؤال هل جوزك كان وحش بسبب مامتو ولا هما الاتنين عندهم مشاكل مشاكل عندهم هما او مشاكل معاكي طب فكرتي جوزك ده بييجي بايه او ايه الحاجات اللي بترضيه او امتى بيبقى كويس معاكي قلتي فرسالتك انه ساعات مامتو كان بتوقع ما بينكو وكنتو كويسين امتى بقى المرحلة اللي احنا كويسين فيها دي بتحصل وحصلت ازاي وامتى بيتغير تعالي نشوف بقى حاجة اسمها ايه انا دايما بقعد اقول الكلمة دي والله العظيم انه المأدير يعني مثلا جا اقولك ايه انا مش عارفة اثبت المأدير اللي هو شوية احترام على شوية حب على شوية تفاهم او ان انا مثلا حتى لو بشتغل مع ناس شوية انسانية عشان نطلع على الشغل حاله دي مأدير فبيجي يقولك ايه با انه شوفي المأدير اللي هنوصل بيها ان احنا نبقى كويسين مع بعض جربي مرة واثنين وثلاثة وانا اللي بقولك اهو رحي تكلمي مامتو وخليكي احسن منها اما نشوف اخرتها ايه وبعتلنا تاني ومستنياكوا كلكو تبعتلنا هنا في قصة حقيقية وفكركم تاني لو انتو بعثين على رابط اللي هو ما يبينش الهوية عشان خاطري لما نيجي نطلبكو تعالونا على طول عشان نعرف مساعدكو بشكركم جدا ومستنياكوا في حلقة جديدة وقصة جديدة بس تكون قصة حقيقية باي باي